بسم الله الرحمن الرحيم أنت تسأل وعمري خالد يوجيب بنجاوب على أسئلتكم من خبرات الحياة ومن اللي واحد فهمه من دينه بنجاوب بشكل أخوي صديق لأصدقائه وأخ كبير لإخواته بنجاوب ومعانا كمية كبيرة جدا من الأسئلة بنقعد نفرس فيها عشان نختار إيه الأسئلة اللي نقولها لكم والباقي موجود على قسم الاستشارات في عمري خالد.نت تقدروا ترجعوا له سؤال النهاردة من خديجة من المغرب خديجة بتقول ناس قريبين مني أسائلية إساءة شديدة جدا 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 أنا مش قادر أسامح أعمل إيه؟ الحقيقة خديجة أنا عايز أقول لك شوية حاجات أول حاجة عايز أقول لك أن مسألة التسامح هي أصل من أصول الأخلاق الحلوة في ديننا لو قدرنا نعملها وربنا سبحانه وتعالى رغب لنا في العفو وفي التسامح أنت تعفو هنا وربنا يعفو هناك في الآخرة أنت تسامح هنا وربنا يسامح هناك وفكرة التسامح لازم تبقى موجودة جوا نفس الإنسان بس مش لازم كله تسامح الناس كلها لأن فعلا زي ما أنت قلتي أنا فيه ناس مش قادرة أسامحها فإذن فيه يا إما تسامح يا ما فيش تسامح ولا فيه بدائل؟ لا فيه بدائل إيه البديل بتاع التسامح؟ الأصل أنك تسامح بس مش لازم كل الناس يعني يعني عشان أسهلك لو اعتبرنا أن فيه لستة من عشر تنفار دول أكتر ناس أنت مش طيقاهم في حياتك اكتبي ورقة والله فتكلم جدد تتمرين عمل يا جماعة لتدريب النفس اكتب ورقة بأكتر عشر أسامي أنت مش طيقا في حياتك وبعدين ما تبدأش من فوق ابدأ من تحت اللي هو أقل ناس يعني من تمرتبهم أول ثلاثة دول دا لا يمكن أسامحهم دول بهدلوني وبعدين نزلين 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 لغاية ما وصلنا للثامن والتسع والعشر لا يعني مش قوي يعني اشتب حتسامح مين علشان تبقى مارست خلق التسامح وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم حاجة كبيرة جدا فهه هتشتب مين هشتب واحد تسعة وعشرة وتمانية أنا مش مدق منهم قوي سامحتهم خلاص يبقى أنت خدت ثواب التسامح حلو كده لكن أول ثلاثة فوق دول مش قادر لا 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 انت مش عارف دا سنين بيقزوني هنا نيجي نعمل حاجة اسمها إيه البديل للتسامح اللي هو إيه إنك تتجاوزوا يعني إيه تتجاوزوا مش موجود يعني إيه مش موجود فيه فيه لعبة اسمها استيميشن الاستيميشن دي فيها حاجة كلمة اسمها باس يعني إيه باس يعني أنا مش قادر معلياش الدور عدوا عدوني عديه مش موجود بلوك اكس حالة وفاة يعني إيه حالة وفاة مش موجود معرفوش واحد أزاني جدا 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 يا إما أتسامح يا إما أفضل بكره لا طب إيه البديل اللي يرضي ربنا كمان أن تتجاوزه الحكاية دي أنا واحد أعلمها لي الحقيقة أنا كان فيه شخص في حياتي وأنا شخصية أعرف أسامح الحمد لله بس فيه شخص في حياتي ما كنتش قادر أسامحه أبدا لا 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 الأزايا كانت تقيلة طب أعمل إيه فقال لي تجاوزه يعني إيه إنساء طنشه هو مش موجود تصدقوا والله يا جماعة الحكاية دي فرقت معايا جدا لأنا شايل الغل والكراهية لأنها أمراض نفسية ولأنا قدرت أسامحه يبقى إذا ما بين المسامحة وعدم المسامحة مش يا واحد يا صفري فيه حاجات في النص فعملت التجاوز أما استريحت بشكل عملت بلوك للرقم تليفونه قمت حطت بلوك على تليفوني اتنين لما أسمع عنه حاجة مش عايز أسمعه مش موجود أصلا أما استريحت بشكل فنصحت ليكي إنك تتجاوزي طيب افرد هو من العيلة أعملي بقى صعبة دي حنسأل عليهم في المواسم والأعياد لكن نحفظ على المسافة بيننا وبينه ليه حق الرحم صلة الرحم برسالة أو بتليفون كل سنة ونت طيب العيد كل سنة ونت طيب رمضان وغير كده محفظين على المسافة لأننا برضو متجاوزه مش قادر أسمحه لأنه أزاني جدا بس أنا عديته مش موجود في حياتي عشان ما شلش الغل والحقد أما الفكرة اللي أنا بقولها لكم دي فكرة حلوة جدا في الحياة بين التسامح والتجاوز شكرا وسلام عليكم ورحمة الله